انا اول ما شفت اليو سي سي طبعا يعني بتبقى لاحظة كده لو انت انت شايف قدامك طبعا كانت اول مرة شوفه اللحظة دي بتتكرر مع مدربين كتير قوي مش بس سي ممكن انا كنت سعيدة تلحظ ان انا ترجمت المدربين كتير قوي ما نساش برضو يعني ترجمت مرة لسونج لما كان في كأس الومام الفريقية تحتها وعشرين سنة كان هو المدير الفني المتخب الكاميرون زي ما قلت اليو سي سي حكيت لهم ان انا فتحت عيني كطفلة وكاموركة وكابنت كبيرة عليكم شفتوكوا وانتوا بتلعبوا شفتوكوا وانتوا بعد كده بقيتوا مدربين واثبتوا انه ممكن يبقى حد لاعب شاطر كويس ويبقى بعد كده مدير فني كويس وتبقى علاقته كويسة جدا باللعيبة فلما ببتدي تتكلم معه الكلام ده اولا بيفرق لهم جدا انه اللي هيكون بيترجم معاهم مش بس جاي هيترجم ويكتفي بنقل الكلام من اللغة لتانية بيفرق معاهم جدا انه هو ايه ده عارفيني ده 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 هتبتدي تتكلم معايا ده هتكون فهمة هيبقى في يعني زي كمية او توافق بنا اثناء المؤتمر وده اللي حصل بفضل الله المؤتمر اللي هو كان ليلة المباراة ده كان عيد ميلاد اليو سيسي حرست ان انا اقول له كل سنة وانت طيب عيد ميلادك قعدنا حتى نتكلم الفرق بينه وبينه وعشرين سنة فقعدنا نتكلم عن فكرة سنه دلوقتي ولما كان قدي كان بيعمل ايه ونظرتنا للحياة كل واحد فينا عاملة ازاي هو فرح جدا ما كانش متوقع ان انا ممكن اكون عارفة حاجة زي كده استغرب جدا وشكرني ان انا مهتمة وان انا متابعة قعدنا بقى نتكلم عن الفرق بينه وبينه سنة ايه هو شايف مرحلتي العمرية دلوقتي زي وبينصحني لما انا بقى اكبر قد واصل 46 سنة اتعامل مع الحياة ازاي هو زكي جدا طبعا اكيد مش اتكلم عنه كمدير فني ولكن اقصد كحضوره في المؤتمرات الصحفية ليه حضور وليه طالة مختلفة وليه زكاء في الرد على الاسئلة وكنت بحاول ان انا اكون بجاري في الزكاء ده اثناء المؤتمر اليوسيسي من المديرين الفنيين المتميزين جدا سواء كمدير فني في المرعب وسواء في حضوره في المؤتمر الصحفي يمكن حتى انا حبيت ان انا فكروا بموقف في نفس الاستاذ في 2019 لما كان السنغال بيقابل الجزائر في النهائي والسنغال وقتها خسر هو ساعتها جمع اللعبة وتكلم معيهم في الملعب قبل ما يطلعوا اتكلم معيهم وحطوا قضيهم في قدام بعض وتعاهدوا ان هم يجيبوا البطولة وده اللي حصل فعلا بعد سنتين في 2021 طبعا كان قدام وانتخبنا المهم انه فعلا الكلمة اللي لعبته التزموا بيها وقدروا ان هم يسعدوا جماهيرهم واحنا عارفين حب الشعب استنغالي الكرة القدم قد ايه فدي حاجة من الحاجات اللي انا لما ذكرتها له اول ما شفته تادينا نتكلم دي من الحاجات اللي هو يعني اسنع عليها انه حسسته انه لا البنت اللي هتكون بالترجم معايا هي مش بس جاية اللغة وتكتفي بكده لا هي فهمة هي امتبع كورة فدي حاجة خليني اقول خلت في بعض الارتياح بالنسباله اكيد بالنسبالي انا كمان لما بدأنا المؤتمر بدأت طبعا تاني مؤتمر اكيد كان مختلف بدأت اعرف هو بياخد اجزاء كده من الثانية قبل الاجابة على السؤال انه هو يفكر دي حاجة كان بالنسبالي ذكاء وحاجة بتريحني شوية يعني كل اكيد حد بيبقى ليه طريقته في الحديث فهي كانت طريقته مريحة شوية بالنسبالي وازعم انه الحمد لله هو قالي انه كان كمان نفس الانطباع بالنسباله والحمد لله